يعاني قطاع التعليم في العراق بصورة عامة من جملة مشاكل لا تعد ولا تحصى غير أن تلك المشاكل تختلف من مكان إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى المدارس في قضاء سنجار كان لها نصيبها من تلك المعانات إذ اشتكت الكوادر التدريسية فيها من الإهمال وافتقار مدارسهم لأبسط مقاومات التعليم معاناتنا صراحة كثيرة وكثيرة جدا لا تعد ولا تحصى من ناحية الخدمات خدمات كل السنجار ماكو خدمات فإذا ما جئنا على المدرسة المدرسة بحاجة إلى شبابيك بحاجة إلى ترميم بحاجة إلى كهرباء غزانات ماء الصحيات صفر معانات الطلاب ممثلية التربية في قضاء سنجار رأت أن المدارس هناك تفتقر إلى المناهج الدراسية والكوادر التعليمية الكافية للاستمرار في العملية التربوية فتحت مدرسة مدرسة تانوية ومدرسة ابتدائية حيث أن عدد الطلاب داخل المدرسة التانوية يبلغ حوالي 200 طالب لأنه الملاقات التربوية توفر عندنا بس مدير مدرسة بالإضافة إلى ثلاثة مدرسين ولم يتوفر لحد الآن أي منهج لتسهيل عملية تربوية داخل القضاء الكادر الدراسي في إحدى مدارس القضاء وبعد يأسه من تقديم المساعدة للمدارس هناك طالب فقط بتوفير المناهج الدراسية المعمول بها حاليا بالعراق بيجيبون كتب بس المنهج يعني نعرف المنهج ما لنا 2017 ما نعرف يعني شون هل ندرسهم على الكتب القديم عدنا كتب قديم ما لـ 2012 و14 هل التربية يقبل فل ندرس على هذا الكتاب الإهمال الحكومي كان واضحا من خلال تأكيد الأسرة التعليمية في سنجارة على عدم قيام المسؤولين في التربية بزيارة القضاء منذ افتتاح هذه المدارس مدير التربية أستاذ عنان بالموصل ما يزورنا بالدهوك ممثلية الدهوك أبدا ما يزورنا وما يجي وهكذا فإن الإجماع ما زال قائما في العراق على صعوبة الظروف التي يمر بها القطاع التعليمي في البلاد ما ينعكس سلبا على سير الدروس والامتحانات والنتائج في ظل مواجهة العائلة العراقية لمخاطر من كل صوب في سبيل حصول أولادها على تعليم يؤمن مستقبلهم رغم كل العراقيل